إعلان اتفاق تاريخي بين السعودية والحوثيين وصرف الرواتب وفتح المطارات وإعادة الأعمار وتعويض المتضررين تفاصيل عاقلة كشفت مصادر مطلعة عن اقتراب موعد إعلان اتفاق تاريخي بين الحوثيين وحكومة الصنعات وأفادت المصادر عن تفاهمات لإعلان اتفاق تاريخي برعاية سلطنة عوما يتضمن تمديد الهدن ومعالقة الوضع الإنساني بينها صرف المرتبات وفتح الموانئ والمطارات وإنهاء حالة الحرب رسميا وإعادة أعمار ما دمرته الحرب تعويض المتضررين يأتي ذلك أقب سماح السعودية لأول مرة بمرور السفن التجارية إلى ميناء الحديدة دون تفتيش بعد تهديدات أطلقتها حكومة صنعات على لسان نائب وزير خارجيتها حسين الأزي الذي قال إن حكومته سوف تتعامل بحزم غير مسبوك مع قيام الأمم المتحدة بمنع أصول سفن تجارية إلى ميناء الحديدة مضيفا أن حكومته قادرة على إيقاف ما أسمها بالمهزلة وأفادت مصادر دبلوماسية بأن المبعوث الأمومي لليمن هانس جرودنبرغ توقعها إلى مسقط بعد زيارته للعاصمة الموقعة عدن وحصوله على موافقة رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي بشأن اتفاق السلام المسمع لإعلان عنه رسميا من العاصمة العمانية خلال الساعات المقبلة يأتي هذا بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن لقاء يجمع مسؤولا سعوديا مع قيادي في حكومة صنعاء في مصقر لتوقيع مسودة اتفاق بمخرجات المفاوضات التي رأتها سلطنة عمان طوال الأسابيع الماضية لتوسيع بنود الهدنة تمهيدا لترتيبات إنهاء الحرب في اليمن فضلا وليس أمرا لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصيلكم جميع الأخبار في وقتها